تنبيه من المستوى الثاني عن تساقط كميات معتبر من الأمطار بداية من ظاهرة اليوم وإلى غاية أمسية اليوم إن شاء الله بكميات تتروح مبين العشرين لغاية 40 مليمتر على كل من ولاية لوات ولاية الجلفة المسيلة كذلك المدية البويرة بورج بوري ريج سطيف جيجل بيجاية تيزي وزو بومرداس العاصمة بليدة تيبازا وحتى على ولاية عين الدفلة أما خلال يوم الغد دائما أقول تبقى نفس الوضعية الجوية ستتكرر على المناطق الشمالية حسب تحديثات لنماذج الرقمية هناك سحب تدور حول المنخفض القطعي إذن سحب ستنتشر تقريبا على كافة المناطق الشمالية أمطار على شكل زخات راعدية مرفوقة بحبات من البلد أقول على المرتفعات والهذاب الأمطار راعدية ستمتد إلى غاية شمال الصحراء ما يخص درجة الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله تتروح ما بين 12 إلى 19 درجة الوجهة الشمالية ننتظر 18 درجة لولاية غردية 23 درجة لتندوف ترتفع إلى 29 درجة لأقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله تراجع لدرجات الحرارة للهذاب والأطلس الصحراوي مع 18 درجة لولاية الجلفة والأغواط نفس الميقس على المشارين عمو والبيض المقاييس ما بين 27 إلى 21 درجة للوجهة الساحلية ننتظر 23 درجة لولاية غردية 23 درجة لتامنة لأست 23 درجة لتندوف لكن ترتفع إلى 22 درجة لأقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد إن شاء الله يبقى من هادئ إلى قليل اتراب تقريبا على طول شريط الساحل رياح معتدلة غربا لكن ضعيفة على الوجهة الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة التواصل للتساقط الأمطار على المرتفعات والهذاب على شكل زخات رعدية تكون أحيانا معتبرة سحب ستنتشر على الوجهة الساحلية رعود منعزلة على مناطق الجنوب الغربي درجات الحرارة في استقرار خلال نهاية الأسبوع سحب عابرة بدون فعالية ستخص تقريبا كافة المناطق الشمالية رعدية على مناطق الجنوب الغربي بداية الأسبوع إن شاء الله القادم اضطراب جوي سيخص تقريبا كافة المناطق الشمالية أمطار إن شاء الله على شكل زخات ستخص الساحل وحتى على المرتفعات والهذاب لتمتد إلى غاية شمال الصحراء درجات الحرارة في تراجع خاصة على المرتفعات